طبعاً الخبر الأهم هو تقديم الحكومة لاستقلتها وقرار الرئيس السيسي بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة كل التوفيق طبعاً للدكتور مصطفى مدبولي في اختيار أعضاء الحكومة الجديدة واللي بلا شك هيكونه من زاوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة خصوصاً أنه فيه تكليفات رئاسية في منتهى الأهمية للحكومة الجديدة على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجال الصحة والتعليم وده معنى أنه هيكون فيه اهتمام أكبر في الفترة القادمة بتطوير التعليم في كل مرحله بجانب طبعاً التركيز على تحسين كفاءة القطاع الطبي والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حقيقة شازلي يعني سيد رئيس فعلاً كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة والحكومة الحالية هتقوم بتسيير الأعمال لحين الإعلان عن الحكومة الجديدة كمان من أولويات أجندة عمل الحكومة اللي هيتم تشكيلها والإعلان عنها تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل اللي بيرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي ده أمر في منتهى الأهمية خصوصاً أنه الاهتمام بصناعة الوعي والتركيز على البرامج الثقافية والفنية ده بيؤدي في النهاية إلى مجتمع وتماسك بشجع على الإبداع والابتكار والتنوع بكل تأكيد وكمان من الأهداف الأساسية للحكومة الجديدة هو مواصلة مصار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص وده لاتجاه العام في الدولة عشان يكون فيه قفزة اقتصادية في الفترة القادمة خصوصاً الدولة أعلنت أكتر من مرة عن أن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية وأن كل الفرص متاحة أمام القطاع الخاص عشان يشتغل ويتوسع ويحقق معدلات نمو أكبر وده بالتأكيد هيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد وفي نفس الوقت كمان زيادة معدلات تصدير يا بسانت بالتأكيد الملف الاقتصادي هيكون عليه تركيز كبير جداً من الحكومة الجديدة وده لمعالجة أي أزمة تتعلق بارتفاع الأسعار والتضخم وهيكون فيه تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات وإحنا متفقلين جداً إن شاء الله باللي جاي